ده كان النجم محمد يوسف النجم الاهلاوي الجميل محمد يوسف كان باك شمال عصري جدا طلع صال وجل في الأهلي ومنتخب مصر أيضا في رحلته الاحترافية ورجع تاني على الأهلي كمدرب ثم مدرب عام ثم مدير فني وأحرز مع نادي الأهلي بطولة أفريقيا كلاعب وبطولة أفريقيا كمدرب وأعتقد إن شاء الله رب أقوله رب بس إن شاء الله نحرز بطولة أفريقيا هذا العام عم محمد يوسف المدرب والقائم بأعمال الكرة النجم كبير أكيد طبعا نروح لنجم تاني لكن النجم لسه في الملاعب النجم محمود حسن تريزيجي محمود حسن تريزيجي أخبار أكيد حضراتكم سامعين عنها في السوشال ميديا تريزيجي شوية راح أسلافيا براغت شيكي لا تريزيجي لسه في قاسم باشا تريزيجي النهاردة نزل تويتر على موقع تواصل الاتماعي تويتر قال لازلت لعبا في صفوف فريق قاسم باشا لا أدري ما سوف يحدث في الأيام القادمة إما الرحيل أو البقاء لكن كل الاحتمالات واردة إحنا مش عايزينك بصراحة تريزيجي تروح لنادي لا يليك بيك أنت كحجم الفنيات اللي إحنا بنشوفها محمود حسن تريزيجي لولا إن إحنا مهتمين قوي بمحمد صلاح وعملين فوكس عليه مركزين عليه قوي تريزيجي لعيب من العيار السخيل تريزيجي ليه فضل كبير جدا بعد ربنا طبعا إحنا سعطنا كاس عالم بضربة الجزاء اللي جابها وقبل كده ضربة جزاء تانية وقبل كده ما تشتوى لأروع تريزيجي لو نديله الاهتمام يعني قريب من محمد صلاح محمد صلاح طبعا نجم كبير جدا مع شوقنا طبعا لكن تريزيجي لازم نديله برضو اهتمام كبير لأنه العيب يستاهل إنه روح نادي كبير جدا لكن الأندية دي لأ خليك في قاسم باشا لغاية لما تروح على نادي أكبر ويليق بيك كاسمك ونسمعنا هو روح إيطاليا لكن إن شاء الله يروح نادي يستاهلوا محمود حسن تريزيجي نجم الأهلي السابق ونجم مصر أيضا النجم عمر بركات في ميران الأهلي عمر بركات انتظم في تدريبات النادي الأهلي مساء اليوم الأربع بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الشباب السعودي الأهلي كان أعرى عمر بركات إلى الشباب أكيد حضراتكم عارفين برضو في يناير الماضي قبل عدوته في انتقالات الصيف الحالية بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي نادي السعودي قال كان لعيب مميز جدا جدا لكن إحنا لينا سياسة تانية خالص وبنجدد الفريق بشكل تاني خالص دي كانت خبر أو كانت أخبار النادي الأهلي تكلمنا معاكم فيها عن كل حاجة تكلمنا عن ملف عودة الجماهير إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في ملف عودة جماهيره تحديدا وإن شاء الله كل التوفيق لتحاد المصري في ملف عودة الجماهير بصفة عام هنطلع فاصل عشان نستقبل جفنة الكريم نراكد الرهاد الكبير لإستاذ علي مسعود ونرجع الحضر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر